سلام عليكم وأهلاً فيكم بحلقة جديدة من بودكاست لين الكلام قبل ما نبلش ونعرف بضيفتنا المميزة لليوم بس نذكر مستمعينا ومشاهدينا أن الحلقة متوفرة كبودكاست على منصات مختلفة منها ساوند كلاود وأيضاً كمقابلة زوم على اليوتيوب خلينا نرحب بضيفتنا الطباخة والمبدعة شف منال العالم أهلاً وسهلاً فيك منال أهلاً فيكم حبايدي وسعيدة جداً بهذا اللقاء اللي هيك من أخر الدنيا يعني حبيبتي والله أنا أسعد بهذه المقابلة خلينا أول شي نعرف عنك بالبداية سو منارة العالم هي شف من الأردن درست علم نفس بجامعة عين شمس ومن بعد ما تزوجت بدأت مسيرتها بعالم الطبخ لتصبح منارة للعالم العربي في مجالها قامت بتأسيس شركة Food Lions Advertising Company بالكويت وحصلت على المرتبة الرابعة في قائمة Forbes لأكتر عشر نساء عربيات مؤسرات على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً هي سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وقدمت العديد من البرامج على قنوات متعددة منها MBC والراي وطبعاً كتبت العديد من الكتب منها الكتاب المشهور مطبخ منال العالم سو منرحب فيكي مرة تانية اللي بمبلش بأول سؤال هو بعد ثلاث عقود من العمل شو هو سر نجاح منال العالم؟ أنا دائماً بسأل نفسي هذا السؤال اللي بتعرفي لأنه بتحس إنه فيه إشي أكيد بدفعك للإستمرارية بدفعك للعطاء هو يمكن لما برجع بحلل في أعماق نفسي بلاقي إنه أنا بحب أعلم فرغبتي بالتعليم إذا بتلاحظي سواء كانت كتاب سواء كانت على تي بي سواء كانت على السوشيال ميديا هي نفسها منال يعني وصفة طبخة فأعتقد حبي للتعليم هو اللي مخليني بهذا الاستمرار وهذا الشغف اللي بأعتقد حالي لسه بدي أقدم كمان وكمان إن شاء الله يا رب طيب كيف انتقلتي من هيكي ميجر بعلم النفس لشف كيف دخلتي بعالم الطبخ؟ دخلت بعالم الطبخ زي أي ربة بيت عادية وقت اللي اتزوجيت فحستت أني هلأ عندي مملكتي الخاصة وبدي أبتدي هلأ أبدع فيها فبدت أطبخ وبعد هيك بدأ عندي شغف أني أنا بدي أعلم صديقاتي من هون بدأ بدي أعلم صحباتي قريباتي فشوي شوي بدأت أحس أني أنا مش مش حابة أني أكون مثلا موظفة مش حابة أكون متخصرسة أوي فقط في عالم النفس حبيت أني أنا أعلم طبخ أكتر من أني أكون في منطقة يعني واحدة اللي هي خصائية نفسية يعني فوسعت شوي العالم تاعي وبعدين صارت دراستي العلم النفسي تنعاكس أكتر أكتر على حبي وتواصلي وحبي للتواصل كمان يعني فالاثنين بحس أنهم اندمجوا سوا أنا ما بعادت عن علم النفس أو ما تغير طريقي بس حسيت أنهم اندمجوا مع بعضهم بس يعني أي حدا يعني هلأ المرأة أول ما تفوت على المطبخ أكيد بتكون ما أنا عارفش بدأت تعمل أول ما تفوت تتزوج أو يعني كثير منها ما كثير بيعرف شلون بدأ يبلش بس كيف بنيتي هاي الرؤية كيف صارت هدف بالنسبة لك أنه يصير عندك شركة أنه يصير يعني فيه فيجن أو رؤية كبيرة هذا في الحقيقة اللي هو التعليم يعني أنا لما يعني بتذكر أنت رجعتيني لسنين طويلة فعلا يعني أول ما بديت أطبخه تعرف لما كنا نطبخ في بيت الوالدة يعني ما كان لكل فرد تمييز لأنه مع أخواتي والعائلة ما بتكوني يعني ظاهرة كتير مع أنه ماما الله يرحمها برحمته كتير كانت بتركز على أنه يعني تظهرنا وتعطينا مجال أول كيك عملتها كان عمري تسعة سنين فكانت تتباه قدام صاحباتها أنه بنتي عملت كيك لا يعني بتذكر هاي اللحظات بس ما تقولي وقت اللي تكون الست في بيتها بتبتدي تحس أنها هي مسؤولة الوحيدة في هذا المجال يعني فأول ما بديت أعمل كم أكله وآزم ريباتي وصديقاتي طب قولي لنا يا منال كيف عملتها فهون شوية بديت أحس أني أنا اختلفت عن الآخرين في طريقة إعطاء الوصفات أو تبادل الوصفات كل المجموعة اللي كانت حوالي تتبادل الوصفات حطي كذا اعملي كذا وكذا أنا أعطي لهم لا خلوني أكتب لكم ياها وبعطيكم ياها فإن كان هاي هادي اللي بدت المفتاح اللي تكون عندي إني أنا ما حبت أكون ترقائية وأقولها بالبؤ زي ما أقول أو بالتم أو بالشرح العشوائي وفعلا فعلا لين بديت أكتب الوصفات وكنت أول مداياتي كانت على التايب رايتر وعارفة وتمسح وبالكوريكتورت ومش عارف إيش وما زلت إلى الآن طبعا هاي انت بتحكي معي وفي قدامي وصفة عم بشتغل فيها ما زلت إلى الآن وبصلح وبكتب ونفس أسلوبي من يوم ما بديت لغاية دلوقت بنفس الأسلوب واللي هو الكتابة بشكل يعني تفاصيلي أكتر يعني فأعتقد هي هادي النقطة اللي فتحت لي باب إني أنا أنشر الوصفات تعطي أكتر وأكتر يعني فبصرف بالنظر عن حبي للمطبخ لأ أنا كمان حبي للتعليم وأعطاء المعلومة بدقة هو هذا يمكن عشقي كيف ضليتي عم تطوري حالك بعد كل هالفترة ضليت طلعي وصفات جديدة جيبي الهام تبعك من وين شوفي أنا عندي مكتب كبير كتير 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 من الكتب والمجلات وطبعا كل ما كتبه في العالم العربي عندي أنا بحب القراءة كتير فما بالك لما تكون عندي قراءة إشي بعالم المطبخ يعني فعندي مكتب ضخم كتير وكنت أشترك من زمان بالبريد طبعا بالمجلات عالمية من كل أنحاء العالم وكنت عملي تعهد مع نفسي أني أنا أوازن ما بين رغبتي في الشراء والإطلاع وأني يكون عندي كتب تحفظ تشقي الكتب يعني فكنت عملي تعهد مع نفسي أنه إذا كانت المجلة بتكون شهرية من أول ما أستلمها لغاية ما يجي الموعد العدد القادم أكون عملي مثلا تارجد أني لازم على الأقل أجرب خمس وصفات أو ست وصفات أو يعني بس أكون متعاهدة مع نفسي يعني عشان ما يضل عندي يعني زي متقولي كتير مجلات وما استفدتش منها وكنت ملتزمة فالتجارب وانبو وعطتني إلهام أكتر وهلأ المرحلة اللي إحنا فيها طبعا حضرتك عارفلين السوشيل فتحت لنا مجل أكتر للإطلاع على مطابخ العالم بلحظ بأقل من سنة يعني وانتي بتعدلي عليهم للوصفات بطريقة مثلا تناسب العالم العربي ولا انتي كيف كيف أسنوبك عندي كتير كتير عندنا وصفات متقولي أنا مش عملية بعدل أنا بشوف الوصفة أو بفكر فيها أو بركبها على بعض وبرجعها لهدفي الأساسي هدفي الأساسي أني أعلم وهدف الأساسي أني ستة البيت اللي بتشوف الوصفة فعلا تطبخها وتحطها على صفرتها عرفت أصدي فلو أنا لقيت من المطبخ مثلا الإيطالي أو الصيني أو تبر طبخة مش ماشي مع زقنا العربي وروح تنفزتها بما تعنيه الكلمة وزي ما هي يمكن ما حدا نفزها في عالمنا العربي أو متابعين الأحباء يعني لأنني أنا بطبخ عشانهم فبحس أني أنا ضيعت وقت وضيعت وقتهم فلا بتلاقيني بضيف اللمسة العربية اللمسة الواقعية لمطبخنا العربي اللمسة الحقيقية اللي تخلي أنه هالمكونات موجودة فعلا في أسواقنا العربية طريقة تقديمها زوجي حيتقبلها أولادي حيحبوها فبضلني أرجع أي وصفة زي ما تقول للمعايير اللي أنا كنت متبنيها أصلا عندي من زمان اللي هي الدقة المناسبتها زي ما قلتلك لمائدتنا العربية ما يكون فيه كلمات غريبة فيها استعمالي للمكاييل بدقة شديدة المكال الكوب والملعقة فبرجع بقولك بس توحي وصفة من مطبخ مطبخ ما بس بعملها بالطريقة اللي هي العربية مش بعدل عليها خالص لهم لبالك أنا ما بعدل بالباسيك ساعي الوصفة أنا بس تبقى هيك نحبها يعني أكيد طيب بالنسبة لك مثلا لما بلشت مسيرتك بلشت بمجال الطبخ وبلشت مثلا تطلع التلفزيون أو تعملي كل هالبرامج هل واجهتي أي اعتراض مثلا من الناس اللي حواليك يعني شي اللي عم تعملي شي جديد شي غريب شي فريد من نوع يونيك هو لا ما كان فيه اعتراض بالعكس الكل اللي شجعني من بداية من زوجي والدة زوجي أخوات زوجي أخواتي والدتي كل العائلة شجعوني ما كان فيه للأمان يقولك ما كان فيه اعتراض بالعكس يمكن عشان لما لقوني بقدم شي هما بيحبوه هما بدهم يا يعني صاروا بيدعموني أكتر يعني لا ما بتذكر إنه تعرض لمواقف فيها إزعاج أو شي لا أبدا الحمد لله حمد لله طب حاليا على الانستغرام عندك 2.7 مليون فالوور طبعا غير إنه منتحدث عن البلاتفورمز التانيين اللي هنا فوق ال6-7 مليون وكمان حكينا مثل ما ذكرنا قبل إنه تم اختيارك بفوربز ضمن أكتر 10 نساء مؤسرات على مواقع التواصل الاجتماعي طيب إذا فيك تحكي لنا عن الاستراتيجيات يلي بتستخدميها لتبني هيدا التواصل مع المتابعين تبعك لحتى يعني يوصل صوتك لأكبر عدد وبنفس الوقت توصل إفادتك لأكبر عدد من العالم طبعا السوشال ميديا بتتغير بسرعة وبتتطور بشكل جدا جدا سريع ولازم نكون متكيفين معها ولازم نكون مارينين لأنه في بعض الأوقات مثلا أنا شخصيتي كما نلم لما كنت على التلفزيون كانت مختلفة على وجودي على السوشال يعني عارفة بيكون بدك الحاجة السريعة البسيطة المريحة فالحمد الله أنا يعني عندي هذا الاستعداد وبنفس الوقت بدك تقرأ كتير وتتعلم كتير في هذا المجال يعني مهم الواحد يأخذ كرسات حتى لو كانت كرسات بسيطة سريعة لتقدر تعرف كيف بتتحرك آليات النشر لأنه كل بلاتفورم له أساسيات مختلفة عن التانية ما فيك الطبقين بلايتهم نفس الشيء جمهورك بيبقى مختلف من بلد لبلد ومن عمر لعمر والاهتمام بيختلف يعني فلازم الإنسان يضلوا على طول يقرأ على طول يأخذ كرسات فتأخذ هذه المعلومات وبترجع أنا بحط الاستراتيجية حيث تكون قصيرة المدى يعني كل ثلاث شهر بنرجع بنعدل وبنشوف شو التوجه الجديد للسوشيال عشان زي ما بقولك نكون ماشيين وبتحتاج السوشيال كمان إضافة إلى التعلم والكورسات عدم تصلب الرأي وسماع رأي الآخرين لأنه في ناس كتير يعني أنت لما أي وقت بدك تعمل الأشي اللي في بالك مثلا ولكن اللي في بالك يمكن أصبح في متغيرات كتير فلازم تسمعي الآخرين شو بقولولك التوجهات لازم تسمعي التكنولوجيا الجديدة لون رايحة وتعرفي مش لها هلأ بس تعرفي مثلا كمان سنة أشفي يعني كمان تستشفي للمستقبل كمان بالنسبة للسوشيال الإطلاع مستمر جدا والقراءة مستمرة والكورسات ما بتتوقف وبتلعيني دايما من يمين لشمال على كيف تقدري تعملي بالانس لهذا الشي بين بين شغلك ياليني كتير مهم تنظيم الوقت هو هذا السر وعايز أقول كلمة تنظيم الوقت هي مش مجرد أني أنا مثلا بقول أنا ساعة واحدة عندي مقابلة مع لين هي مش فقط تاريخ أو موعد على الكالندر لا تنظيم الوقت هو أني أنا مجرد ما أكون بديت أعمل العمل اللي أنا بدي أعمله أركز كل طق فيه فهوني تقدري تبدعي في كل مجال أنا مثلا هلأ عندي يوميا الساعة 4 خلص على الساعة 4 أنا خلص بحط كل طق في هذا الوقت عندي موعد معاك بحط طق معاك عندي لقاء آخر عندي قراءة عندي كورس بحط طق فيه فهوني بيصير عندك مجال أنك أنت تكون مرتاحة في وقتك ومرتاحة في أدائك ومرتاحة في برنامج يومك ومبسوطة بأدائك مستمتعة ومبدعة هو تنظيم الوقت هو اللي بيخليك بس معظم الناس اللي بيحصل إنه ممكن يبرمجوا وقتهم على الكلندر صح بس بالهم مشغول دائما متوترين باستمرار هوني بيخليك شوي تحس أنك أنت طول النهار متوترة ما خلصت ما عملت ما الحقت لا تنظيم الوقت هو مش فقط على الكلندر تنظيم الوقت في التركيز في دماغنا في مهمة واحدة فقط في وقت واحد فقط هذا انتقال جيد لسؤالنا اللي بعده اللي هو يعني أنت كيف تعملي بالنس لوقتك بين أنك أنت أم وزوجة وجدة ونفس الوقت يعني فيك تقولي بزنس وومن ويعني هو السؤال اللي بنسأله لكل ضيوفنا هو فيك تعطينا نموذج عن حياتك اليومية وكيف تقضي وقتك الصبح بمشي أنا بصحبك كير عادة أي ساعة الساعة أنا نادي الساعة الخامسة يعني الصبح بمشي يعني ضروري المشي عندي ضروري الأكل الفريش لازم يوميا على الأقل مرتين ثلاثة يكون عندي هذا الطبق سواء خضار سواء فواكه هذا اللي بيخلي الجسم بكامل نشاطه أكل كتير منظم فترة الصبح طبعا بتبقى كليتها إنجاز بس التخطيط كمان يعني أنا بخطط إمتى عشان أقولك حقيقة شو اللي بعد ما قامش الصبح وفترة الرياضة والفطور والكلام ده باخد شي حوالي نص عاسي على ربع تخطيط تخطيط ما بيبقى فقط لليوم بيبقى تخطيط لبكرة وللأسبوع اللي جاي واللي بعد بس لازم التخطيط تكوني عارف شو بدكتان باجي على الساعة مثلا تسعة ببتدي أنا فز اليوم عنا طبخة كزا اليوم عنا شو كزا اليوم عنا ميتين كزا اليوم عنا كزا خلص بتصير عندك انت مرتاحة من تسعة خلينا نقول لغاية خمسة ستة انت تنفيذ بالبرنامج اللي انت قريدي حطا لبالك يعني خلاله خلال الفترات هذه بيكون عندك تواصل على السوشيال أنا كتير اكتب على السوشيال بنسبة للعلاقات اللي هي الاسرية والاجتماعية كتير يعني بتلاقيني اوكي مع اني جدا جدا بكون مشغولة بس لا بهمني كتير اتواصل مع اخواتي مع اخوتي مع اهلي مع حبايبي مع صديقاتي مع معارفي بشعر انه تواصلي هذا هو اللي بيخليني استمر باليوم كله استمر لساعة ستة يعني عارف ليش حتى لو بسان بعدين انتصلت مع اختي بعثتلي كلمة اه تكتك ما يخالف بس اوكي بكمل شغلي بس رديت عليها اخدت شحنة وجرعة عاطفية كتير حلوة فخلال تنفيذ برنامجي في طول اليوم انا على تواصل للقلب وتواصل محبة بيني وبين صديقاتي زي ما قلتلك لانه بحس وهيك انا يعني ما فيني اكون كله شغل 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 ما بتقدري اللي بكونوا كتير مركزين في الشغل بحسهم انه عم يخسروا متعة الحياة صحيح والله اه والله كتير يعني وطبعا عندي الاحفاد هون عندي ابني موجود في دبي بنتزاور بيجو عننا يعني وبنتي عايشة في امريكا طبيبة اسنان برضك على هالوسائل ببقى اختلاف الوقت وسعيدة الحمد لله بتنظيم معطا الحمد لله امتا بتنامي تقريبا طيب انا زي ما بصحة بكير لازم انا بكير تقريبا على العشرة على العشرة يدوبك يعني طبعا في بعض القراءات قبل النوم كمان تبقى حلوة كمان هيك استرخاء قبل النوم كتير جميل الله يقويك يا رب وهلأ رح ننتقل لفقرة الاسئلة السريعة سو بها الفقر رح تكون الاجبابة مختصرة اكتر فخلينا نبلش بأول سؤال هو شو هي افضل نصيحة لأيتها بحياتك ما أدايا من المزاورين والمقلدين اذا في ثلاث صفات بيصفوك فيهم اهلك واصدقائك شو هنن انا دايما مبسوطة وسعيدة واني بحب اعطي صعب انه وقت اللي بدهم يعني بلقوني حلو حلو جميل طيب اذا في ثلاث كتب تنصحي بقراعتهم للطبخ في مجال الطبخ في مجال الطبخ طبعا كتب مارثا ستيورد مش كتب واحد معين بس يعني كتير حلو انه نبرأ وصفاتها و جيمي و جيمي اوليفر و من العاني طيب يعني يعني طبعا موقع فتفيت على الانلاين على اليوتيوب كتير رائع فتفيت ما في في بالي لا حدا معين يعني انا بتفرج كتير وبشوف كتير وبتابع كتير يعني ما في لو بيرجع فيك الوقت الوقت ما كنتي طالبة جامعية لشبابك شو النصيحة اللي كنتي رحت قدمية لحالك انا بحب اكافئ نفسي يعني كل شي بعمله بكافئ نفسي ومن وانا طالبة لغاية هلأ بعمل هيك حالو طب شو كيف بتكافئ نفسك دايما بشتل حالي شي او بعمل مشوار معين او شغلة دايما بربطها بينه بنفسي انه هذا انا بعمله عشان نجاحي في هذا الشيء يعني مثلا بشتل كتاب عشان انا يعني خلصت تصوير برنامجي مثلا معين يعني دايما بربط مكافئة للنجاح نعم وهي بتبقى حلوة طب مين هو الشخص اللي كان له اثر كبير بحياتك وليش اكيد زوجي اكيد اكيد لا نقاش فيها هذه زوجي المهندس حامد يعني بوجه له تحية يعني كان مش بس له اثر كان اساسا هو نجاحي كان بسمعني عندي كتير احلام عندي كتير بدي عمل كذا وكذا وكذا عمره ما قال لي لا او مش لا بس ما بيوجهني للطريق الصح اعملي كذا بس ممكن نعمل كذا الخطوة هاي بعدين ممكن يعني عارف بس عمره ما قال لي لا هذا ما تعملي او يعني ودائي كتير اكل كان من لخبط فهو داعم الاساس العلي الله يخلي يكون لبعض يا رب ويكون دائما دعمك ووراك يا رب اهل يا رب طب هلأ وصلنا لنهاية المقابلة فيه اي شي حابة ضيفي ما قدرت تقولي خلال الحلقة حابة اقول يالين اني انت كمان كمثال فتاة حبت يعني تزهر طاقتها لكل العالم فاحييك يعني مشاهدينك ومتابعينك وعيلتك واسرتك كمان وكل فريق العمل معاك اذا معاك حدا وبقول للناس شوفوا الامثل اللي قدامكم للنجاح وخصوصا في وقتنا الحالي وجود السوشيال ميديا فتحت مجال انه لأ كل انسان انه يبدأ فارجو من الجميع انه يهتموا بابداعهم يكون عندهم قناتهم الخاصة او بودكاست او حس اي شيء بهم بيحسوا مرتحين انه يستعملوا ويبدوا يظهروا طاقتهم لانه الانسان حلو انه يستقبل ويرسل صح وكل انسان عنده طاقة جميلة بقدر يرسلها للمجتمع لكيلا نكون مع بعض عائلة وحدة ونبني عالم سعيد ان شاء الله يا رب طب كيف ممكن مستمعينا يتواصلوا معك على السوشيال ميديا عندك منال العالم موجودة في كل على الانستغرام على اليوتيوب على المنال انلاين يعني موجودة في كل الناس منال العالم ان شاء الله لكن كل اللينكس كل اللينكس للتواصل مع منال اللي رح تكون بالشو نوت شكرا لك منال وشكرا لانك قبلت دعوتنا اليوم عندك كانت مقابلة هيك ملهمة وفي كتير يعني interesting facts about you وهيك تعلمنا كتير عنك والله وان شاء الله يكونوا المستمعين كمان استفادوا مننا تحياتي شكرا لك عبريبتي البودكاست لا تنسوا ان البودكاست متوفرة على جوجل بودكاست ابل بودكاست ساوند كلاود البرنامج اللي انتو عم تستعملوا ومتوفرة ايضا على اليوتيوب كمقابلة زوم لا تنسوا تعملونا اشتراك وتتركونا الفيدباك تبعكن شكرا لكم منشوفكم بالحلقة الجاية والسلام عليكم